الحرب ما تزال لأن مخلفاتها باقية مستمرة في حصد الأرواح البريئة في مدينة بنغازي وتحديدا في بوصنيب تقتل فتاة لأن لغما تفجر فيها لغم كان مدفونا زرعه إرهابيون كي يحميهم من تقدم الجيش لكن الجيش الذي أنهى معركة فاصلة ضد الإرهاب ما يزال عليه أن يطور منظومة الهندسة البداية لديه بدعم من الحكومة المؤقتة وأن ينهو كما ينادي المواطنون هذا الأرق الذي أتعبهم بلأخص الذين استخدمت منازلهم أماكن للتمترس وأراض لنصب المفخخات ووضع الألغام قد يكون من الصعب لوم المؤسسة العسكرية على عدم التنبيش وراء كل الألغام التي زرعت في بنغازي ذلك أن الجيش رفض أن يساوم في هذه النقطة ورفض ابتزاز المجموعات الإرهابية التي استخدمت الخرائط كأداة سياسية ذات يوم لكنه مطالب أدبيا وأخلاقيا بتخريص المدينة من الشبح الذي يؤرق الناس ويخطف حياتهم ويحيلها إلى جحيم حادثة مقتل الفتاة لم تكن الحادثة الأولى التي تألمت لها بنغازي كما تألمت في سنوات سابقة جراء كثير من المنغصات لكن بنغازي التي دفعت فاتورة باهضة على مدار السنوات السابقة آن لها بكل تأكيد أن ترتاح وأن تهنأ وهذا لن يتحقق إلا بقطع أسباب المنغصات التي هي إحداها هذه الألغام التي شوهت ترابها وحصدت أبناءها وفتياتها ترجمة نانسي قنقر